اشتركوا في القناة موسيقى الحمد لله اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصاح الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون روي البخاري في صحيحه أن أعشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله وروي مسلم في صحيحه أعشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره إخوة الإسلام إن المؤمن يعلم أن هذه المواسم عظيمة والنفحات فيها كريمة ولزا فهو يقتنمها ويرى أن من الغضن البين تضيع هذه المواسم وتفويت هذه الأيام عيانة عناية خاصة ويجتهد في العمل فيها أكثر من غيرها كما ذكر في الحديثين السابقين وفي مسند أحمد قالت أعشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر شمر وشد المئذر وشمر نعم إنها عشر ليال وتذكر أخي أنها لن تعود إلا بعد عام كامل لا ندري من الله صانع فيه وعلى من تعود وكلنا يعلم يقينا أن من أهل هذه العشر من لا يكون من أهلها في العام القادم أطال الله في أعمارنا على طاعته أيها المؤمنون لقد بدأت العشر وبدأ السبا فأين المقتدون وأين المهتدون إنها ليالي إنها ليالي العابدين وقرة عيون القانتين وملتقى الخاشعين ومحتى المخبتين ومهوى الصابرين فيها يحل الدعاء ويكثر البكاء إنها ليالي معدودة وساعات محدودة فياً حرمان من لم يذق فيها لزة المناجات ويا خسار من لم يضع جبحته فيها ساجداً لله إنها ليالي يسيرة والعاقل يبادر الدقائك فيها لعله يفوز بالدرجات العلا في الجنان وإنها ليست بجنة بل جنان فياً نائماً متى تستيقظ ويا غافلاً متى تنتبه ويا مجتهداً اعلم أنك بحاجة إلى مزيد اجتهاد وَلَا أَظُنُّكَ تَجْهَلْ هَذِهِ الْآيَةِ وَكُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ في سورة التوبة فماذا سيرى الله منك في هذه العشر أيها المسلمون للعشر الأواخر من رمضان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهمية خاصة ولهم فيها هدي خاص فقد كانوا أشد ما يكونون حرصاً فيها على طاعة والعبادة والقيام والذكر ولنتعرف على أهم الأعمال التي كان يحرص عليها الأولون وينبغي علينا الاقتداء بهم في ذلك الأول فمن أهم هذه الأعمال أحياء الليل فقد ثبت في الصحيحين عن آعشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئذرع ومعنى إحياء الليل أي استغرقه بالسهر في الصلاة والذكر وغيرهما وقد جاء وقد جاء عند النساء عنها أنها قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن قلة في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهراً كاملاً قط غير رمضان ثانياً ومن الأعمال الجليلة في هذه العشر إيقاظ الرجل أهله للصلاة فقد كان من هدية عليه الصلاة والسلام في هذه العشر أنه يوقظ أهله للصلاة كما في البخاري عن آعشة وهذا حرص منه عليه الصلاة والسلام على أن يدرك أهله من فضائر ليالي هذا الشهر الكريم ولا يقتصر على العمل لنفسه ويترك أهله في نومهم كما يفعل بعض الناس وهذا لا شك أنه خطأ وتقصير ظاهر الثالث ومن الأعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئذرة كما في الصحيحين والمعنى أنه يعتزل النساء في هذه العشر ويشتغل بالعبادة والطاعة والرابع ومما ينبغي الحرص الشديد عليه في هذه العشر الاعتكاف في المساجد التي تصلي فيها فقد كان هده النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الاعتكاف في العشر الأواحد حتى توفاه الله كما في الصحيحين عن آعشة وإنها كان يعتكف في هذه العشر التي تطلب فيها ليلة القدر قطعاً لإنشغاله وتفريغاً للياليه وتقلياً لمناجاة ربه وذكره ودعائه وقد أنها لن تعود إلا بعد عام كامل لا ندري ما الله صانع فيه وعلى من تعود وكلنا يعلم يقيناً روح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في العام الذي قض فيه عشرين يوماً ومن أسرار الاعتكاف صفاء القلب والروح إذ أن مدار الأعمال على القلب كما في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل وإذا فسدت فسد الجسد كل ألا وهي القلب إخوة الكرام أبلغكم رسالات ربنا وأنصه لكم وأنا لكم ناصف أمين تفكروا عن هذا النصيحة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لولكم ولسائر المسلمين من كل زم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم كما قال في سورة الزمر كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي مجيب الدعوات ومجيث اللحفات والصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد دي يدي كان يدي أسداما أكيد يمپون ينكوپون باني فاتحيني أو مبراهيني دي أبوء أدساني سنة صفاته نا أششى أدساني أوا اندي دسوامو ناواما أدساني آنه دمودية بيارة نينواتينو وسنيني نموما نموما أينمو نام أشانما نموما أسنتو بيارة نموما أمراكرا أدساني أدنه بكريهونو وبنان كانكو أدساني أوا نبرب نموما أجي الله سبحانه وتعالى نينواتيني مديادان سياسي كمشني محمد صلى الله عليه وسلم ويو أجيديا من ينكوپون نسمى فو نواسايا ناقوى ناواتيني مصرح أجيديا من ينكوپون نينشرة أدنه سمجيه أدن ميو كمشني محمد صلى الله عليه وسلم ياني أبي بيارا أبي فخمشني محمد صلى الله عليه وسلم ننا موسوعة قابيم دانقوامات موالا امرأة يدي إسلاما شئا 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 يهو يهو او يينا يدي بري يهو يهو هديء يدي بري يهو يهو اييكا قبو ينكران شةم أفري الله سبحانه وتعالى نصية ايي أكران شةم أفريكم شني محمد صلى الله عليه وسلم نصية ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر كنقر نانسي قنقر 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 نانسي قنقر